انضموا إلينا من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد يعني مصطفى محاولة استهداف الكاظمي أبدأ معك من مجريات التحقيق إلىين وصلت ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا التحقيق صلاحة هذه اللحظة الحكومة العراقية ربما اتخذت الخطوة الأوضح بهذا الخصوص بتشكيل لجنة العليا التي سوف تقع على عاتقها القيام بالتحقيقات التي وصفت بأنها سوف تكون واسعة ودقيقة من أجل معرفة الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم وكذلك تفاصيل الهجوم من أين أطلقت هذه الطائرات وكذلك كيفية استهداف منزل الكاظمي بهذه الدقة وكذلك أيضا من الجهة المستفيدة من هذا الهجوم هذه اللجنة التي ستكون برئاسة قاسم الأعراجي وأضوية ممثلين من جهاز المخابرات العراقي جهاز مكافحة الإرهاب وزارة الداخلية العراقية وكذلك الأمن الوطني بدأت بالفعل بنشاطاتها وكذلك بأعمالها منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان يوضح أين وصلت هذه التحقيقات أو أيضا أين وصلت اللجنة بأعمالها للوقوف على تفاصيل هذا الحادث الذي يؤشر أو يعتبر مؤشرا خطيرا لتطور الصراع بين الحكومة العراقية مصطفي الرسال والهدف من هذا الاستهداف وفقا للرؤى المتابعة وما يتم تدوله من تحليلات للمشهد إعلاميا وشعبيا يعني في البداية صلاح هناك عدة وجهات نظر بهذا الخصوص البعض يرى بأن هناك جهات معروفة ترغب بأن تكون أقوى من الدولة العراقية تريد أن تكون فوق القانون تريد أن تحجم الحكومة العراقية خصوصا تلك التي يقودها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبالتالي هذه الجهات وهذه القوى قالت صراحة بأنها تناصب العداء لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وبالتالي يرجح أن تكون هي من تقف وراء هذا الهجوم لكن الكثير ممن يلامون أو ممن يعرفون بعدائهم لمصطفى الكاظمي شخصيا اليوم أصدروا بيانات يدينون به هذا الهجوم ويعتبرونه هجوما إرهابيا ويرفضونه جملة وتفصيلا لكن الكثير من الآراء تذهب إلى أن هذا الهجوم الهدف منه هو إرباك الوضع السياسي العراقي وخلط الأوراق بشكل أكبر وأكثر مما هو عليه من تعقيد باعتبار أن الآن الشارع يشهد تظاهرات لكثير من المعارضين لنتاج الانتخابات مساعي سياسية لتشكيل الكتلة الأكبر والحكمة العراقية وبالتالي مثل هكذا حادث يعقد المشهد بشكل كبير مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا